مرحب جميعاً كيف حالك؟ هذا هو نرحب جميعاً منهج الجديد للغة الإنجليزية منهج Team Together لطلاب الصف السابع وهذا الفيديو مخصص للدرس 13 من كتاب التمارين أو كتاب الأنشطة كيفكم يا سابع؟ اليوم رح نبلش مع بعض عملية مراجعة يعني هي أصلا عنوان الدرس اليوم رح يكون review مراجعة طيب هدول الكلمات بدنا نستخدمهم يا سابع بدنا نقرأ أول شي هدول الجمل read the sentences رح نقرأهم ورح نعبي الفراغات من وين؟ من الword box اللي هو صندوق الكلمات destroy ما منقدر نعبي إلا أن نعفل معاني destroy معناها يدمر plant يزرع use يستخدم recycle إعادة الاستخدام switch off يغلق waste يهدر أو ينفق طيب العنوان هو protect the planet how can you protect the planet تحمي الكون the planet كيف ممكن نحمي الكون you have six sentences عنا ستة أمثلة number one please don't waste energy من وين أخدناها؟ أخدناها من فوق من هون don't waste energy بصير نحكي please switch off energy قطفيها لا recycle energy ما بتوزبط use energy don't use يعني energy ما بزبط لأنهم في عندي كلمة don't يعني معناها لازم نحط إشي يفعل يكون سلبي don't waste energy لا تهدر الطاقة كمان شغلة ثانية مهمة ل for protecting the planet لازم people should plant you trees شو لازم يعملوا الناس؟ لازم يزرعوا أشجار جديدة رقم ثلاث please recycle plastic paper and glass شو بننعمل بالبلاستيك وبالورق وبالقزاز هاي الأشياء كلها بنعملها recycling اللي هي إعادة تدوير يعني هون مثلا ما بزبط نحط recycle new trees أو please أو people should destroy new trees فما رح يزبط فأحسن إشي نحكي plant للتريز recycle لهدول الأشياء number four we mustn't destroy the rain forests وهاي جملة كتير تكررت في الوحدة إنه نحن مش لازم ندمر الغابات المطيرة we mustn't destroy rain forests الغابات المطيرة number four remember to switch off the lights شو لازم أعمل أنا بالإضواو؟ إذا بتترك الضو شغال وإنت مش موجود في الغرفة هذا الإشي سوف يهدور الطاقة فأنت هيك بهاي الحالة بتعمل wasting للإنيرجي بتضيع الطاقة في مكان غلط لأنه إنت مش موجود وعن تستهلك طاقة ليه؟ هذا اسمه تبذير الطاقة غير إنه الفاتورة أكيد رح ترتفع بس إنت بنفس الوقت عم تهدور الطاقة number five إذا لازم نحط switch off يعني اغلق اطفي لدوال the last one everyone should use renewable energy إنه لازم كل شخص فينا يستخدم الـ renewable energy الهطاقة المتجددة طيب ننزل على السؤال التاني أو السؤال التاني بجانبه هاي هون شو مطلب منا؟ بقول لنا هون you have to unscramble the weather words to complete the sentences what's the meaning of unscramble؟ تفرجوا على هاي الكلمة بنقصين هادي اسمها scrambled letters كلمات مبعثرة أو الأحرف مبعثرة مخربشة نحنا بدنا نكتب الكلمة الصحيحة يعني كيف الكلمة الصحيحة يعني كيف الإملاء الصح لهاي الكلمة صح؟ يعني هون ررررهانس شو رررهانس؟ هاي كلمة مش صحيحة it's not a word فنحنا بدنا نزبطها كيف دقى نزبطها نهاية سابع؟ حسب السياق وحسب كل الكلمات اللي نحنا درسناها في هذه الوحدة فمنحكي when there's a something you should stay indoors there are strong winds and a lot of rain إذن إشي بصير مكون من هذه الأحرف لازم إحنا بس يصير we should stay indoors يعني نحبس حانا وسكرع حانا جوا الدار رح تكون لأنه في رياح قوية جدا والكثير من الأمطار زي ما هو حاليا موجود اللي هو إعصار ميلتن in America خاصة ولاية فلوريدا متأذية منها هذا اسمه هوروكين ميلتن هوروكين هذا الهوروكين اللي هو الإعصار المدمر تبع ميلتن بيعمل الرياح قوية جدا زي ما شفنا في الفيديوهات وبيعمل كثير من الأمطار وغير أنه بسحب كثير من الدمار بيعمله ممكن يطير ناس معه ممكن في كثير ناس على فكرة مفقودين وهو يؤدي إلى دمار شامل هذا اسمه هوروكين تمام؟ نمبر تو هادي كلمة وهونا اللي هي فورست حتى ترتيبهم غلط لازم نحط هنا فورست بعدين فاير تمام؟ نعكسهم إذن هون بقول لنا هدول رجال الإطفاء اشتغلوا طول الليل ليه؟ كلمة ها نحن نسميها فريزة الفيرب هي عبارة عن فيرب وحرف جر يعني فعل زائد حرف جر اللي هي هو الفعل والآت هي حرف جر ها نسميها مع بعض يطفئ تنتين هدول معناهم يطفئ النيران put out the fire طيب دو غري احنا بس نشوف put out رح نعرف أنه لازم نحط هنا فاير فبضل لنا كلمة فورست اللي هي نيران الغابات نمبر ثري it's too hot for me today I hope this weather heat wave finishes soon I prefer cooler weather يعني هون كتير الجو حامي it's too hot هاي اللي ساعدتنا نعرف هاي heat wave لذلك انا بتمنى من هذه الموجة اللي هي موجة الحر انها تنتهي بسرعة لاني انا افضل الجو الابرد cooler فانهم بيّن هون heat هاي هون وهاي كلمة wave بس هي طبعا كلمة واحدة يعني كلها متصلة بعض نمبر فور look out of the window there's a snow storm so you can't go outside we'll build a snow later أو snowman later كلمة snowman دلت لك انه جو كتير snowy كتير مثلج ففي عندك ايش storm عاصفة ثلجية هون بتقوله look out of the window تفرج من الشباك هون في عندك عاصفة ثلجية لذلك ممنوع تطلع هي منعته يطلع لأنه مش حيلا ثلج نازل snowing it's merely snowing يعني بس بتثلج لا هي ما عم تثلج في عندك عاصفة so it's dangerous to go outside كتير خطر don't go ممنوع تطلع برة احنا راح نبني snowman later اللي هو رجل الثلج مرة تانية أو بعدين wow look at that photo of the wave on the ocean it's a huge tsunami معروف هلا العصار اللي بيصير جو الامواج نفسها بيكون جو البحر هذا اسمه tsunami tsunami يكون زي الاعصار اللي موجود بيبلش بجو البحر هذا اسمه tsunami فهم بتقول له wow look at that photo تفرج على صورة الموجة هاي موجة الموجودة على المحيط هاي مش موجة كبيرة على المحيط أو نتيجة تحرك هاي الموجة الكبيرة من وين اجت بسبب لهيوج tsunami هذا التسونامي الضخم let's go now to question number three أوكي وبعديها عنا رقم أربعة طيب أوش نشوف three three بقول لنا read and complete the sentences with the correct form of the modal verbs هون عندك modal verbs اللي هي should waste تمام في عنا should وفي عنا waste وبدنا نعرف كيف نزبطهم ونرتبهم فهون بس ببساطة بدك تعرف تحط should لحالها ولا shouldn't بس هاي الاختلاف واللي هي معروفة انه دائما عندك modal verb وراها verb يعني دائما بيجي بعد المودل verb اللي هي should و must و need need to دائما بيجي وراهم الفعل مش تحط العكس يعني waste should ما بزبط طيب هلا هون رح نقرأ الجملة عشان نعرف نحدد لازم نحط النوت ولا لا we shouldn't waste so much energy in our homes في بيتنا شو لازم نعمل لازم نهدر الطاقة ولا مش لازم we shouldn't waste ممنوع انك تهدر الطاقة الافضل طبعا انك تدير بالك على الطاقة الموجودة like for example don't switch on lights in a room that you're not present in this room تمام فدائما لا تهدر الطاقة في بيتك number two everyone must help to protect our planet must help ولا mustn't help هون المقصود فيها ان كل الناس لازم تساعد في حماية كوكبنا اذا must help ممتازة اللي بعديها number three I needn't buy new clothes every week need buy يعني انت بحاجة انك انت تشتري ملابس جديدة كل اسبوع لا مش كل اسبوع هذا ليش مش ضروري ليش هاي اسمها هدر للمصاري تبذير فبالتالي you needn't ال need هون لازم نحط لها not يا سابع اذا غلط نحكي I need to buy new clothes غلط هذا الكلام خطأ نيجي لجملة الرابعة children should learn منحطها زمهي how to save water هلا بننفكر فيها نشوف نخليها should لحالها ولا shouldn't اذا children should learn لازم يتعلموا كيفية توفير المي هذا الكلام سليم should learn how to save water number five you mustn't throw plastic in the ocean must throw ولا mustn't انت لما تكون على المحيط او على الشط نرمي plastic جوى الشاطئ طبعا خطأ لانه رمي plastic مضر للبيعة so هون غلط نحكي you must throw لازم نحط not you mustn't throw plastic in the ocean number six المطلوبة منا campers need to be careful with fire شو لازم من المخيمين لازم يكونوا حذيرين بالنسبة لل fire بالنسبة للنيران لذا they need to be careful with fire مش انه need انت هنا بحاجة انهم كنوا حذيرين بالنسبة للنيران نكمل آخر سؤال معنا write reported questions and commands هلا هاي الجمل كتير ممكن تيجي بالامتحانات يا سابع المطلوب انه تحول هاي الجمل من active الى passive من direct speech الى reported speech هذا الكلام الdirect المباشر اجت اماني شافت سامية وصرت تقولها are you tired هاي نحن بسميها yes or no questions اذا هذا السؤال يا بتحكي لها yes I am tired او no I'm not فاذا هذا السؤال اللي نوعه yes or no questions في هذه الاسئلة لازم تعلمنا يا سابع لازم نحط ال if فاذا هون بتحكي مدام السؤال بدنا نحط كلمة asked فاذا شو رح يصير الجواب رح يصير عندك الجواب اماني asked مين asked سامية شو قالت لها مدام عندك yes or no questions لازم تحط ال if if she you لانها she بتسأل عن سامية بنت if she ال r رح تصير was if she was تاير بتحط اللي نقطة مش تحط سؤال لانه هون سؤال اذا هيك صارت اماني asked سامية if she was تاير let's go to to dad بحكي مع راشد شو بقوله بقوله switch off the light اذا هذا امر هذا command طيب شو بدا نعمل بهاي الحالة مدام وcommand يعني امر مش سؤال زي هيك منو نحكي dad told راشد شو خبره انه يلا روح to switch off the light خبره روح وقط في لضواو اوكي اذا dad told راشد to دايما بالاوامر بنحط to او not to في حالة كانت كان في هنا فيه to switch off the light او not to كذا كذا بس هون في هاي الحالة لازم نحط to فقط لغير to switch off the light هلا اللي بعدها عالي عم بحكي مع هاني او عم بسأله this is a question بقول له when هذا السؤال اللي نوعه مش يسور نو هذا نوعه WH question شو بقول له when is the football match اللي بهمني دائما في هاي الحالة بتطلع دائما على الفعل is a present بنحوله للpast هلا هون في الكوماند ما رح يزبط present to past لانه اصلا to موجودة وتو دائما بيجي ورها base form of the verb فهون رح نحكي عالي شو سأله لهاني بقول له اين تم وعد مباراة كرة القدم فإذا نحكي عالي asked هاني مدامه هذا WH بتنزل زي ما هي هاي حالة الWH when كمل ال-s دائما تصير بالأخير ورح تصير was أصلا معروفة منقلب ننغير فإذا when كلها the football match آخر إشي بتحط اللي الماضي من is اللي هي was فصارت علي asked هاني when the football match was طبعا نقطة لأنه خلاص هذه جملة نيجي لأسمة اللي عم تسأل خولة this is a question بتقولها what برضو هذا السؤال الWH بتقولها what do you want انت شو بدك مني أسمة عم تسأل خولة بتقولها أسمة asked خولة مباشر بتنزل الWHAT زي ما هي وشي لأنها بنت هاي خولة you بدأتصير she want هي نفسها do يعني do إشارة لأنه want هي present فبالتالي من present بدأ أحول past what she wanted do ما بستفيد ما بستفيد منها إلا لأعرف إنه هي present ولا past فهنا معروف إنها present إذن صارت what وشي نزلت wanted اللي إشارة لأنه الفعل ماضي صارت يعني كانت present صارت past كمال برضو عم بسأل جواد this is a question بيقول له do you like apples هاي برضو من أسئلة شو هاي من أسئلة yes or no questions to do فبرضو do هنا ما رح أستفيد منها إلا لأعرف إنه هذا الفعل هو present اللي هو like هاي present فبالتالي بدأ أحول من like رح تصير liked اللي هو past فكيف رح تصير منحكي كمال مدام وسؤال بحكي asked جواد if he لأنه جواد ولد if he بدأ لل like رح تصير liked apples ومنحط نقطة إذن كمال ask جواد if he liked apples very good نروح للأم عم تسأل حسام تسأله ولا عم تؤمره تقول له لا تتأخر don't be late مش be late فإذن هنا في عندي command ونوعه نفي هنا أمر ومنفي فهنا ما بحكي لحالها to بدأ حط قبليها not وطبعا الفعل المستخدم رح يكون told الماما شو خبرت حسام mom told حسام not هايها already موجودة not بالجملة not to be late هيك بتكون أجوبتك كلها سليمة وهنا نحن بهذا الدرس أو بهذا التمرين أخذنا كل حالات الـ questions معدل subject questions تمام كل الحالات تبعون الـ questions و الـ commands في حالة reported speech بحب أكرر إنه دائما reported speech القاعدة الرئيسية فيه إنه الفعل يلي بالمضارع بده يصير بالماضي وأي فعل بالماضي رح يصير past perfect بس هاي الحالة مش موجودة هون فهنا بس معالجين الحالة الأولى إنه أي فعل بالمضارع رح يصير ماضي وإذا كان عندك yes أو no questions زي هاي are you tired أو هون do you like apples يعني جوابه دائما yeah yes yeah no مباشر بدك تحط لنا الـ if لازم تنحط الـ if وزي ما نحن عارفين الضمائر رح تتغير اليو بتصير يا هي يا شي يا جمع أوكي حسب الموجود عندك ودائما الفعل إذا كان present بده يصير past بهيك نحن منكون عنهينا هذه هي الصفحة أو هذا الدرس اللي هو مراجعة لكل ما ورد في الوحدة نراكم إن شاء الله في الصفحة التالية في فيديو الحالة منفصل thank you so much for watching us لا تنسوا تشتركوا بالقناة وتخبروا أصحابكم معنا وتفعلوا جرس لكي يصلكم كل الفيديوهات الجديدة إلى اللقاء